أزمة السير في كل صباح يجب تأخير برد دقائق كيف أشرا هي طريق قبل ما بدأ في الموضوع؟ يعني الحمد لله على مستوى الجزاء العاصمة على أزمة كل صباح يعني صباح الخير لكم مجددا ومشاهدين يعني هو أزمة وصباحية متكررة كل يوم يومية للأسف لكن يعني لكل مجتهد النصيب من يصحوا باكرا يصحوا باكرا أكيد طيب زيد باش نبدأ موضوعنا لنهار اليوم وتسمومة غاز أحادي الكربون حملة وطنية من أجل الشتاء إن دافئ إن بدون كوارث هذا الحملات التوعوية لتقوموا بهم بشكل سنوي يعني مع بداية كل موسم الشتاء ولمعطها بتدرجة الحرارة تبدأوا فيهم نعم يعني بداية بسم الله الرحيم بداية موفقة إن شاء الله في عدد جديد من صباح الشروق يعني بإطلالة جديدة لستوديو الشروق وتحية لكم مجددا يعني من المنظمة الجزائرية لحماية وايث شرد المستيق ومحيطه وتحية كذلك للمشاهدين الذين يتابعون مع هذا الصباح الباكر مع هذه البرودة النسبية التي بدأنا فيها يمكن أن نقول قد بدأنا في فصل الشتاء مع انطلاق هذه الحملة بالموازاة مع فصل الشتاء وهي حملة جد هامة سنوية يعني نذكر المشاهدين بأنها حملة سنوية كل بداية فصل الشتاء تقوم المنظمة بإطلاقها قبل فصل الشتاء لتحضير لها ومع بداية فصل الشتاء لتقليل من حالات التسامن بغاز أحادي أكسيد الكربون يعني هنا يعني لا يمكن أن نفتح قوس ونعد ونذكر المشاهدين الكرام بما هو غاز أحادي أكسيد الكربون وما هو المقصود بغاز أحادي أكسيد الكربون لكي يتم تفرق ما بينهما بين الغازات الأخرى يعني قد أشهدنا سابقا إلى أن غاز أحادي أكسيد الكربون هو غاز بلا لون بلا رائحة بلا ذوق لا يمكن اكتشافه حتى أننا قد سميناه في كثير من المناسات بالقاتل الصامت لأنه لا يمكن اكتشافه بأنه موجود في غرفة أو في مكان ما إلا بعد حدوث الكارثة لا قدر الله الآن يعني هو بهذه المواصفات ينطبق عليه حقا وصف القاتل الصامت لأنه يقوم باختطاف أرواح الضحايا دون أن يشعرون بذلك ومن هذا الكارثة ومن هذا المصيبة التي قد تحل بالعائلات الجزائرية غالبيتها في ظلمة الليل وفي الليل الدامس لذلك يجب التنبيه وإطلاق هذه الحملات الوطنية التوعوية التحسيسية لفائدة المستهلكة أكيد إذن رغم هذه الحملات التوعوية والتحسيسية هناك أرقام مخيفة جدا حسب الإحصائيات الأخيرة أزيد من 105 جزائرية توفوا منذ بداية السنة الجارية بسبب القاتل الصامت نعم يعني رغم أنها أرقام كبيرة لكنها مقارنة بسنوات ماضية قد نقصت هذه الأرقام بفائدة الحملات التحسيسية والتوعوية لفائدة المستهلكين لكن لا يمكننا أن نتجنب هذه الأرقام وخطورتها كذلك وأهميتها بأن هذه أرواح بشرية لا يمكن نستهزأ بها لذلك هذه الحملات الوطنية وهذه الحملات التحسيسية والتوعوية الفائدة الأولى والأخيرة والمرجوة منها هي فائدة المستهلك للتقليل من هذه الحالات ولماذا لا نصل إلى صفر حالة في السنة نتيجة لوعي المستهلك وثقافته بهذا الغاز القاتل الصامت لكن هذا الرقم هو دليل على ارتكاب المواطنين لبعض الأخطاء ما هي أهم هذه الأخطاء؟ يعني يمكننا بداية الانطلاق من نقطة جد هامة وأساسية أنا أؤكد عليها في كل مناسبة إعلامية وفي كل ظهور إعلامي وهي فكرة التهوية التهوية لديها عامل كبير جدا في الوقاية من الوصول إلى خطر الموت بغاز أحد أكسيد الكربون لكن لا يمكننا هنا يجب أن نفتح قوس لا يمكن الإشارة أنها هي الحل الوحيد لكنها هي تقي من الموت لماذا؟ لأن التهوية تساعد في خروج ذلك الغاز إلى الخارج ودخول الهواء والأكسجين إلى داخل الغرفة وبالتالي فإن خطر الموت بغاز أحد أكسيد الكربون قد يتلاشى نهائيا بوجود التهوية المناسبة في الأماكن المغلقة وفي الغرف وفي المنازل وحتى في المحال ومواقف السيارات لذلك أؤكد وأبدأ بهذه النقطة لأهميتها ولضرورتها في حياتنا اليومية وهي فكرة التهوية لما لها من أثر بإدخال الأكسجين وخروج ذلك الغاز من الغرفة لكن نؤكد بأن هذه التهوية ليست هي الحل المناسب وبالتالي ننتجه إلى أو نترق إلى نقاط أخرى من بينها المراقبة التقنية لأدوات التدفئة المراقبة الدورية لأدوات التدفئة تجديد أيضا أجهزة التدفئة نعم بطبيعة الحال هناك كثير من من يعلم بأن الأجهزة التدفئة خاصة التي تخرج إلى الخارج تكون مملوئة بالأوساخ مملوئة بأعشاش الطيور وغيرها لذلك يجب التحضير لهذه الأمور قبل موسم الشتاء وقبل إشعال أجهزة التدفئة خاصة التي تعمل بالوقود أو بالحطر طيب هذه في إطار ربما الأخطاء اللي يقوم بها المواطن بشكل سنوي مع بداية كل الشتاء وشنهما الأخطاء وربما الأسباب التقنية اللي قد تكون من مدفاة مقلدة وغيرها نعم الأسباب التقنية أولا ننطلق من الفكرة التي طلقت إليها يوسف وهي الأجهزة المقلدة أو الأجهزة الغير مطابقة كما نوصفها نحن في مجال حماية المستهلك والتي لا تحتوي على شهادة مطابقة من طرف البائعين وحتى المصنعين ومن هنا ننطلق إلى فكرة توعية المستهلك بضرورة عدم شراء هذه الأجهزة الجهزة التدفئة المقلدة أريد أيضا أن أتطلق إلى نقطة أخرى إذا أمكن إستخدام مصطلح البريكولاج نشوفه ربما العائلات يتكسر هذا الجهاز تدفئة تسيبوا غير يسجم فيه يسجم فيه يسجم فيه يسجم فيه حتى لو كان عنده عشرة ولا 15 سنة ولا 20 سنة لكن ما زالوا تمسك فيه ما يدهش عند مختص وحتى الرصاصينا ربما ما يكونش في المستوى أكيد إصلاح وفي صيانة الأجهزة التدفئة التي هي صمام الأمام بالنسبة لحياتنا هل هناك موازنة ولا مقاربة في العالم ما بين روح بشرية وما بين مبالغ مالية نحن نأتي بها من هذه المقاربة نصل إلى أن روح البشرية غالية جدا وروح الإنسان خاصة إذا كان في وسط عائلة فهو لا يتحدث باسمه وبشخصه ولا بروحه البشرية بل هو بأرواح بما لا يقل عن عائلة خمسة أفراد ست أفراد سبعة أفراد هي عائلة كبرى لذلك يجب هنا أن نطرق إلى هذه المقاربة بأن حياة الإنسان لا يقابلها أي ثمن وبالتالي نتجه إلى ضرورة التوجه إلى حرف مختص وفني صيانة مختص خاصة قبل في هذه الفترة لنزلنا في بداية فصل الشتاء لم ندخل في فصل الشتاء بأكمله وبضروته كما نعتاد عليه اسمح لي فقط سيد أحباد قلت كلمة مختص وهي أهم كلمة حرفين لا يركز عليها اليوم كلمة مختص ضروري جدا يكون الإنسان كوفر نعم لدينا هناك جمعيات وطنية في مجال الترصيص وفي الصيانة الأجهزة التدفئة وغيرها لدينا متخرجون من مراكز التكوين المهاني التابعة للدولة لذلك يجب التركيز والتوجيه نحو هذه المهانيين هذا المراسسين هذا المختصين والتقرب لصيانة وإعادة تهيئة هذه الأجهزة خاصة ونحن مع بداية فصل الشتاء فهي دعوة متكررة ودعوة حثيثة للمستالك بما أننا في بداية فصل الشتاء قلت ولذلك يجب التوجه إلى هذا المتخصين والابتعاد عن ما بين قوسين كما تفضلت في ريال وهو مصطلح البيريكولاج أو أنه نسجد بركي جوزها تشتاء متسهل وبالتالي بعد حدوث الكارثة لا فائدة من الاتيام بمختص الحرف لذلك قبل وقوع الكارثة يجب التوجه نحو هؤلاء المختصين هم موجودين بقوائم لدى جمعيات وطنية للترصيص موجودين لدى على مستوى مراكز تكوين المهني بأسمائهم متحصين على شهادات متخصصة في الصيانة وفي صيانة أجهز التدفئة وفي الترصيص بالعموم أكيد نقطة أخرى تحدثنا عن صلاحية مدة صلاحية أدبيب الغاز وما إلى ذلك في هذه النقطة الحمد لله مشينا هناك وعي نعم هناك كانت معلومات غير واصلة إلى المستهلك نعم كانت معلومات مفقودة للمستهلك لكن في السنوات الأخيرة التي تحدثنا عن السنتين أو السنوات الأخيرة وأصبح المستهلك على درجة واعية من الثقافة والوعي بهذه الأمور خاصة عندما تحدث عن أنابيب الغاز التي كان لا يعلم بأنها تحتوي على فترة صلاحية معينة بداية تاريخ إنتاج وانتهاء تاريخ صلاحية لذلك يعني والدليل على ذلك إذا ما قررنا الأرقام الوفيات بسبب هذه الأسباب له عدم مراعاة أجهزة التدفئة وفترة صلاحية للأنابيب في السنوات السابقة وفي السنوات الأخيرة هناك نقص كبير في هذه العداد الوفيات نقص كبير في عداد المصابين أصلاً في تسمومات غاز أو حدوكسي الكالب أكيد مدى عن كواشف الغاز كنا شفنا شركة صونة الغاز يعني جهزت عديد المنازل بهذا الكواشف بالمجال من جهة أخرى كنتوا طلبتوا على مستوى المنظمة بضرورة يعني إلحاق هذا الكواشف بأجهزة التدفئة يعني عند اقتناءها من عند الباعة نعم يعني هو كواشف الغاز هو كان مطلب للمنظمة الجزائرية حماية وإشارة المستحق ومحيطه منذ بداية نشأتها لما له من أهمية كبيرة في تقليص والحفظ على أرواح الناس والأرواح البشرية من الخطر تسموه بغاز أو حدوكسي الكربون أو حتى الموت بغاز أو حدوكسي الكربون وجاءت المرافقة إن قلنا والتطبيق الفعلي من طرف أجهزة الدولة وخاصة شركات توزيع الكهرباء والغاز بإلزام بصدور قانون يلزم باعة تجار الجملة وتجزئة حتى المستوردين للأجهزة التدفئة والأجهزة الكهربائية بضرورة إلحاقها وإلزامها بجهاز كشف غاز أو حدوكسي الكربون هنا نفتح قوس ونشير أن بعض ضعاف النفوس للأسف الشديد لا يمكن تسميتهم بالتجار لأن التاجر هو الذي ينقل صورة حسنة عن النظام التجاري والتجار الذي ينظر إلى نفسه قبل أن ينظر إلى غيره لكن بعض أشبه التجار أو ضعاف النفوس الذين يستغلوا هذه الأمور وقاموا بأجهزة كشف غاز أو حدوكسي الكربون غير مطابقة غير تلك التي نص عليها المحسومة التنفيذ المتعلقة بجهاز كشف غاز أو حدوكسي الكربون طيب بالنسبة لما يعرف بالشوفاش سنترال هل يقلل من احتمالية البوت أو خروج ثاني أكسيد الكربون؟ نعم بطبيعة الحال الاستعمال الشوفاش سنترال أو التدفيع المركزية التي تعتمد على المياه الحارة أو المياه السخنة إن صح التعبير فهي أفضل بكثير لأن هنا نفتقد إلى العنصر الأساسي للموت والإصابة بتسمومات غاز أو حدوكسي الكربون وهو الغاز وبالتالي فإن تدفئة بالمياه أفضل بكثير من استعمال أجهزة التدفيع لكن المقاربة أو النقطة المفارقة ما بين كلا النوعين هو التكلفة تكلفة الإنشاء الكثير من العائلات الجزائرية وكثير من أصحاب المنازل يبتعدون عن الشوفاش السنترال أو التدفيع المركزية نظر لتكلفتها مقارنة بأجهزة التدفيع لكن هنا نعود إلى المقاربة الأولى التي هي تقلمنا بأن روح الإنسان وروح البشرية أغلى من أي ثمن آخر وبعيدا عن استخدام التدفيع المركزية كي للأسف ربما عائلات تلجأ لاستخدام ما يعرف بالطابونة ليس كذلك حتى في غرفة النوم أحيانا هذه بين النقاط يمكن حصة واحدة أو لقاء واحد لا يكفي إلى توعية المستهلك ونحن مستمرين في هذه الحملة وهي دعوة كذلك للمستهلكين لمتابعة صفحتنا الرسمية عبر واقع التواصل الاجتماعي للمنظمة الجزائري حماية المستهلك لأهمية هذا الموضوع خاصة ونحن في بداية فصل الشتاء لكن بالعودة إلى سؤالك في الريال والنقطة جد هامة التي أشطي إليها وهي عادات للأسف الشديد استفشت في المجتمع الجزائري وفي العائلات الجزائرية وهي استعمال الأجهزة مخالفة أو أجهزة غير مخصة للتدفئة في مجال التدفئة وهي يعني بينها على رأسها ما هو معروفة لدينا في الدرجة والعامية وهي الطابونة لذلك هي دعوة كذلك أن بعض الدنانير أو بعض المبالغ المالية التي نوفرها لكي لا نشرجها استدفئة أو لكي أصلا نشعب بالبرج ولكن نحن نتفهم الظروف المالية لبعض العائلات الجزائرية ولكن هل الظروف جسيم وفرية تركت لها؟ هل الظروف اليوم نقدر أن نقوله ما عليش ظروفه وما تسمحلوش أنه يشري مدفئة فبالتالي يستعين بطابونة؟ نعم هنا نتحكوش أسمحك فقط يعني كأم تفهم الأم الجزائرية خاصة في المنطق الداخلية المنطقة الجبلية رضاب العرية وين البرد فيها يكون قارس جدا لأكيد أن الأم ستلجأ أنها تدفي وليداتها لا يعلم أنهم يكتبونها ولا تصدم أي وسيلة أنها تدفي وليداتها تقول لكم أكيد نعود إلى مقاربة أخرى البرد والهواء والبرد القارس هل يقتل؟ هل يصل بينها إلى الوفاة؟ أكيد المنظمة الجزائرية في السنوات الأخيرة انتقلنا من فكرة التوعية والتحسيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر الحصص التلفزيونية والإذاعات إلى حملة ما يسمى ببورتابوت نذهب إلى المنازل مباشرة بالشراكة مع الشركاء الاجتماعيين من شركات توزيع الكهرباء والغاز إلى كافة الجمعيات ومديرية التجارة نذهب إلى المنازل مباشرة خاصة في نقطة جد هامة وهي مناطق الداخلية أين لا يوجد الغاز يعني غاز دوفيل أو الغاز المنزلي أو الغاز المدينة وكينشح في الإمكانيات أيضا أكيد شكرا لك أحمد زيد عضو المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك على بل هذا الوقت